جوزي جوميز الموديل الفني لنادي الزمالك بيفكر هو أنا مين اللي هيلعم مكان دونجا؟ مين عندي ممكن يلعم مكان دونجا؟ هقولك اللي بيحصل وهقولك سيناريوهات مبدئيا كده زياد كمال هو البديل الأول عند جوزي جوميز لتعويض دونجا تعافين نبيل اقام دونجا خلاص مش هيلعب بسبب عنده مزق في الخلف فزياد كمال الخيار الأول هل في خيارات أخرى؟ آه في خيارات أخرى هقولها لك عندك خيار أنه عمر جابر هو اللي يلعب في المركز ده ومحمد شحاته يلعب على اليمين هتقولي طب ليس يسعبع نفسه طب ما يلعب عمر على اليمين وشحاته كده كده بيلعب في النص لا شحاته يلعب لعب وسط رقم تمانية مش رقم ستة أبدا عشان هو بيتحرك كتير أدوار الهجومية كبيرة مش هيقدر يأمن المكان ده بشكل جيد فهو مش حادثش حتى خيار في المركز ده ده خيار أصلا طيب لو أنت مش عايز تجيب عمر جابر من عليمين تحطه في النص وبنتيك هيلعب ناحية الشمال عادي ففي رأيي أنه محمد حمدي لعب المركز ده في أمبي محمد حمدي لعب كل المركز طيبا في أمبي لعب زهير أيصر لعب لعب وسط رقم ستة لعب وسط رقم تمانية لعب جناح طيب نجرب محمد حمدي عشان بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر يعني جوزي جوميز مقتنع جدا بمحمد حمدي وعجبه جدا الناس فاكرة عشان بنتيك هو اللاعب السوبر أفريقي فهو كهو مش مقتنع بمحمد حمدي فهو محمد حمدي عجبه جدا طيب خدي كمان مش لك لعب جه على غير رغبة جوزي جوميز أنا قلت المعلومة دي كتير وخلص كل الناس بيقولوا المعلومة دي دلوقتي واضحة يعني ده من جوزي جوميز يعني جوزي جوميز هو اللي بيقول أنا مكنش عايز اللاعب ده ورغم كده ورغم كده التدريبات الأخيرة والمبارات الوئداء الأخيرة مش لك خد عين جوزي جوميز بس خد المعلومة دي خد المعلومة دي مش لك أصلا جاي عشان يلعب كجناح أيصر مكان مصطفى الشربي أو يعني يلعب مع مصطفى شربي ناحية الشمال جوزي جوميز مش شايف مش لك بقى خالص يلعب في الجانب الأيصر يلعب في الجانب الأيمن ده مكان مين يا أولاد مكان زيزو إذن مش لك صعب يلعب أساسي في نادي الزمالك مش لك هو البديل لزيزو دلوقتي في تفكير جوزي جوميز مش لك هو بديل زيزو في تفكير جوزي جوميز يعني زيزو مش موجود لأي سبب من الأسباب لقدر الله إصابة إيقاف فمش لك يلعب ناحية المين والله يا زيزو بيلعب مباراة وأرهق فيخرج وينزل مش لك أو لظروف ما يعني ممكن يحطه ناحية الشمال بس هو مش شايفه ناحية الشمال جيد هو شايفه بس ناحية المين بيحكي